السلام عليكم معاكم أميم من شركة Golden Detector في أبوظبي شركة مختصة بالجلس الكشف عن الذهب والمعادن والمياه الجوفية والأنظمة الأمنية رجع لنا بعد طول انتظار مصنع جيو جراند الألماني وبعد المجاح الباهر اللي حققه بجهاز الكوبرا 8000 رجع بجهاز أحدث وأصغر وأسهل بالاستخدام جهاز الـ Gold Legend أو جهاز أسطورة الذهب مثل ما سمى المصنع أحدث أجهزة كشف الكنوز والفراغات والدفائن اللي بيتميز بصغر حجمه مقارنة مع إمكانياته ونتائجه اللي بتتقارن مع أضخم الأجهزة بهذا المجال وبأربعة أنظمة بحث بعيدة المدى بالإضافة للنظام الجديد كليا نظام العمق الذكي اللي بيحددنا عمق الدفين أو الفراغ بأدق صورة ممكنة وبأسهل الطرق تابعوا الفيديو للآخر لاستعرض لكم جميع مميزات الجهاز خليكم معنا بداية خلونا نستعرض لكم جميع أكسسوارات الجود لجند اللي بتكون بداخل هذه الحقيبة الصغيرة المصنوعة من البلاستيك المقوم بداية طبعا بيكون عندنا دليل المستخدم بالإضافة لبطاقة الضمان المقدم من مصنع جيو جراند على جهاز الجود لجند لمدة خمس سنوات لدينا أيضا الوحدة الرئيسية للجهاز في هذا الحجم مصنوعة طبعا أيضا من البلاستيك المقوم مضاد للصدمات بشكل كامل لدينا أيضا السوبر سنسور الخاص بالجهاز أو المستشعر الرئيسي مزود طبعا بضوء LED للدلالة على الأهداف اللي بيلتقطها الجهاز لدينا أيضا مقبض الجهاز وعدد اثنين من الأنتينات أو المستشعرات الهوائية وبالأخير بيجي معنا شاحن منزلي للجهاز هذه جميع أكسسوارات الجهاز طبعا بشكل مبسط الجهاز ما فيه أكسسوارات كثير سهل الاستخدام سهل التركيب خليكم معنا نستعرض لكم أنظمة البحث وأعدادات الجهاز طبعا تركيب الجهاز نفس ما ذكرنا جدا بسيط وسهل للمستخدم أول شيء منركب مقبض الجهاز بأسفل الوحدة الرئيسية بهذا الشكل بعدين منركب الأنتينات بالأخير السوبر سنسور الخاص بالجهاز بهذا الشكل الجهاز كامل مركب نفتح الوحدة الرئيسية نضغط على زر التشغيل خليكم معنا نستعرض لكم أنظمة البحث طبعا بهذا الشكل بتكون عندنا الشاشة الرئيسية عند بدء استخدام الجهاز هذه الدلالات طبعا موجودة في الأعلى بداية عندنا الدلالة الخاصة بشحن البطارية أيضا عندنا الساعة واللغة المستخدمة والصوت والكشاف والليزر أنظمة البحث الموجودة بالجهاز طبعا مثل ما ذكرنا عندنا أربع أنظمة بحث بعيدة المدى بالإضافة لنظام العمق الذكي بما مجموعة خمس أنظمة بحث نظام الأول بعيد المدى نظام الاستشعاري بعيد المدى عندنا أيضا الوضع الحر أو الـ Free Frequency اللي بيمكن الجهاز أو بيمكن مستخدم من وضع تردد معين لقطعة مرغوب بالبحث عنها بواسطة الجهاز وبيبدأ الجهاز بالبحث عن تردد هذه القطعة عندنا أيضا العمق الذكي اللي ذكرناه اللي بيوضح لنا عمق الدفين أو عمق الفراغ بشكل دقيق جدا النظام الثالث عننا الأيوني أو نظام الأيونيك والنظام الرابع نظام البيونيك ننتقل لإعدادات الجهاز عندنا بداية إعدادات الوقت لتعديل الوقت على الجهاز إعدادات الشاشة مثل أول شيء عندنا وضع السكون لتوفير أو حفظ الطاقة المستخدمة أو المستهلكة من البطارية عندنا أيضا إعدادات السطوع الخاصة بالشاشة الرئيسية إذا بننخفف أو نرفع السطوع فعندنا بالأخير إضاءة الحساس أو السوبر سنسر هذه الإضاءة إذا بننشغلها أو نوقف تشغيل عندنا أيضا الإعداد الثالث للصوت لتخفيض أو رفع الصوت الصوت الخاص بلوحة المفاتيح الصوت الخاص بالجهاز هذه الإعدادات كلها متوفرة في هذا الخيار الإعداد الرابع والأخير هو إعدادات اللغة طبعا الجهاز متوفر في جميع اللغات في العالم بما فيها طبعا اللغة العربية واللغة الإنجيزية وعندنا بالنهاية معلومات الجهاز مثل السيريال نمبر أو إصدار الجهاز أو المصنع نفس ما هو موضح أمانكم ننتقل لأول وضع بحث وهو الوضع البحث الاستشعاري بعيد المدى نضغط أوكي طبعا قبل البدء باستخدام النظام الاستشعاري بعيد المدى لازم نتأكد من فتح الاستشعارات الهوائية للأخير لإشارة الجهاز حتى تكون أقوى وأبعد لجميع الأهداف طبعا إعدادات النظام الاستشعاري بعيد المدى بداية عندنا بيمكننا الجهاز من اختيار نوع الهدف المرغوب البحث فيه نوع الأهداف طبعا موجودة في الجهاز الترونز، تجويف أو الفراغات طبعا النحاس جميع أنواع المعادة الموجودة الألماس والأحجار الكريمة أيضا عندنا أيضا خام الذهب، كنوز الذهب، عروق الذهب وعندنا الحديد، والبلاتين، والفضة هذه أنواع الأهداف على سبيل المثال، في إمكاننا نختار حاليا عروق الذهب، ننتقل لوضع الإعدادات التالية، هو نوع التربة مهمة جدا اختيار نوع التربة الصحيح أثناء استخدام الجهاز، نوع التربة الموجودة عنه، سواء كان معادن عالية أو معادن قليلة، أو تربة طبيعية، صخرية، رملية، و أيضا التربة الحجرية، والتربة الرطبة ننتقل أيضا للمسافة المرادة البحث فيها، المسافة الأمامية للجهاز، بإمكاننا نختار لغاية 3000 متر على سبيل المثال، 2250 متر أيضا عمق الجهاز، طبعا عمق الأقصى للجهاز 40 متر، بإمكاننا أيضا نحدد العمق المراد البحث فيه، على سبيل المثال 5 متر بالنهاية مننتقل للبحث، ومنضغط أوكي لبدأ عملية البحث بالجهاز أول شيء بيظهر عندنا لبدء المعايرة، اضغط على زر البدء الموجود، طبعا في مقبض الجهاز في الأسفل نصوب الجهاز للأسفل، نضغط على هذا الزر تبدأ عندنا عملية المعايرة مباشرة في الجهاز، بتعاير الجهاز مع التربة الموجودة عندنا مباشرة الجهاز بيبدأ عملية البحث، طبعا لازم ننتبه لهذا المؤشر الموجود على يسار الوحدة الرئيسية هذا المؤشر له علاقة بارتفاع الجهاز سواء إذا رفعناه للأعلى الجهاز رح يطلب مننا أن ننزل المؤشر أو ننزل الوحدة الرئيسية وأيضا ننزله للأسفل، أيضا الجهاز لازم يطلبه ما يكون في المنتصف أيضا عندنا آخر طبعا ملاحظة مهمة بالنظام الاستشعاري، لازم نفتح هذا القفل بحيث الجهاز يتمكن من اللف يمين ويسار ننتقل لوضع البحث الثاني موجود في جهاز Gold Legend وهو الوضع الحر، طبعا استخدام الوضع الحر كطريقة استخدام مطابقة للنظام الاستشعاري بعيد المدى ولكن رح تفرق معنا أن الجهاز رح يطلب مننا إدخال تردد المطلوب البحث عنه على سبيل المثال رح ندخل من الجهاز 2700 هرتز، الجهاز رح يبدأ البحث عن تردد هذه القطعة فقط، ورح يتجاهل أي قطعة أو أي هدف موجود في المكان اللي البحث فيه نختار التردد الموجود، وبالأخير التربة والمسافة والعمق، يعني بدل ما نختار نوع الهدف، نختار تردد الهدف حتى نكون أكثر دقة بالبحث ننتقل أيضاً لوضع البحث، أيضاً عندنا وضع الايونيك، النظام الايوني أو البحث عن الهالات الايونية للدفائن الخاصة بالدفائن والفراغات طبعاً بهذا النظام لازم نقفل المقبض بهذا الشكل، حتى ما يتحرك معنا الجهاز، نختار النظام الايوني، نضغط على هذا الزر للمعايرة طبعاً مثل ما هو واضح، الضوء الـ LED الموجود على السنسر بيدل على الهدف الموجود عندنا، وأيضاً عندنا على الشاشة الرئيسية، إذا كان عندنا هدف معدني، بيظهر الإشارة على الايوني وإذا كان عندنا هدف فراغ، بتظهر الإشارة على الفراغ مع النسبة المأوية، اللي بيتوضح كمية الهدف الموجود ننتقل أيضاً لنظام البيونيك، وهو النظام الرابع الموجود بالجهاز، نظام البيونيك طبعاً مثل ما هو موجود في أغلب الأجهزة عن طريق وضع قطعة معينة للجهاز ومعايرة الجهاز على هذه القطعة والبدأ بالبحث عن أي قطعة مشابهة أو مطابقة بالمواصفات للقطعة تم معايرتها على الجهاز على سبيل المثال، نختار نظام البيونيك، الجهاز بيظهر عليه ليزر، طبعاً نفس ما هو واضح، ليزر على الجهاز نصوب هذا الليزر على القطعة المراد معايرتها على الجهاز، على سبيل المثال أنا بدي أبحث عن نفس نوع هذه القطعة بصوب الليزر عليها، وبضغط على الزر الموجود أسفل المقبض بتتم معايرة الجهاز على هذه القطعة، ولما أتحرك لليميين لليسار، الجهاز بيعطيني فقط إشارة عند استشعار أي نوع أو أي قطعة من هذا النوع، لما أرجع عليها طبعاً الجهاز بيعطيني الإشارة مرة ثانية طبعاً إشارة عن طريق الصوت، وأيضاً عن طريق الضوء الأحمر الموجود على LED، على السنسر، وأيضاً الضوء الأحمر الموجود على الشاشة ننتقل معاكم لنظام البحث الأخير الموجود في جهاز الـ Gold Legend، واللي هو نظام العمق الذكي، اللي بيتم استخدامه في نهاية عملية البحث بعد تحديد المنطقة باستخدام الأنظم السابقة، واللي هو نظام الاستشعارة ونظام التردد الحر، بعد تحديد المنطقة المراد أو المتوقع وجود الهدف فيها، بيتم استخدام نظام العمق الذكي لتحديد عمق الدفين بشكل دقيق جداً ندخل على النظام، الجهاز بيطلب بنا في البداية الانتقال إلى النقطة المركزية أو نقطة الصفر للهدف اللي تم تحديدها مسبقاً، والضغط على زر Start للبدأ بالتحرك بالاتجاه الأول ننتقل للنقطة المركزية ونضغط على الزر الموجود أسفل، المقبض طبعاً لازم في نظام الوضع الذكي يكون المقبض حر في التحرك، بيتم طبعاً فتح قفل المقبض بهذا الزر بيكون بهذا الشكل ما بيتحرك، نفتح القفل، بيصير الجهاز بيتحرك بشكل كامل ننتقل للنقطة المركزية ونضغط على زر Start بعد ما ينتهي من التحميل، نبدأ بالمشي خطوات محددة، طبعاً كل خطوة مثل ما هو ظاهر على أسفل الشاشة على اليسار عدد الخطوات أو وكل خطوة مناخذها نضغط على هذا الزر الموجود أسفل المقبض على سبيل المثال، أخذنا الخطوة الأولى نضغط على هذا الزر يحسب الجهاز الخطوة الثانية نضغط على هذا الزر ونبدأ بالمشي وعند كل خطوة نضغط على الزر أول ما يلف الجهاز معانا لفك هاملك على اليمين أو على اليسار بهذا الشكل يظهر عني على الجهاز انتقل للنقطة المركزية وبدأ بالتحرك بالاتجاه الثاني نرجع مرة ثانية على النقطة الرئيسية نضغط على زر Start مرة ثانية يبدأ الجهاز بالتحميل الآن بيختلف عنا اتجاه المشي وهو بيكون لجهة اليمين أول شي طبعاً كان عنا بالأمام الآن اختلف اتجاه المشي وصار عنا للجهة اليمنى نضغط طبعاً نبدأ بالمشي ونضغط بنفس الطريقة على زر Start لبدأ بحساب الخطوات والجهاز بعد عدد من الخطوات تلقائياً بيلف 180 درجة لليمين أو لليسار ويطلب منه الجهاز مرة أخرى الانتقال لنقطة الصفر والضغط على زر Start طبعاً راح نكرر هذه العملية في أربع اتجاهات للأمام ولليمين ولليسار وللخلف حتى يتم حساب عمق الهدف بشكل دقيق جداً من الجهاز تلقائياً ننتقل طبعاً الان نبدأ بالمشي للخلف نرسمه وظاهر طبعاً اتجاه المشي على أسفل الشاشة على اليمين Back ونبدأ بالمشي ونضغط على زر Start عند كل خطوة لحساب عدد الخطوات من الجهاز الان الجهاز طلب منه انتقل الى النقطة المركزية مرة أخرى للمشي للبدء المشي بالجهد يسرى طبعاً نضغط Start بداية منتظر الجهاز حتى ينتهي من عملية التحميل هذا بيكون طبعاً عنا الاتجاه الأخير وهو الاتجاه بالاتجاه الأيسر بيكون عنا الاتجاه الأخير نضغط طبعاً عند كل خطوة Start طبعاً الجهاز بعد عدد من الخطوات لحيلف لليمين او لليسار في النهاية الجهاز بيظهر عنا طبعاً بعد المشي في أربع اتجاهات بيظهر عنا على الشاشة الرئيسية اضغط على Start لحساب الحالة او عمق الهدف نضغط على زر Start الجهاز بيعطينا صورة ثنائية الأبعاد عن الهدف طبعاً صورة تقريبية اللي بتكون معلوم عمق المتوقع للهدف نفس ما هو ظاهر أمامنا اثنين متر وعشرة سنتيمتر وأيضاً على اليمين عنا نسبة المعدن الموجود بالنسبة للتربة وأيضاً على اليسار نسبة عفواً على اليمين نسبة الفراغ الموجود وعلى اليسار نسبة المعدن طبعاً أيضاً هذه نسبة تقريبية بتكون ولكن العمق بيكون بشكل دقيق جداً هذا كان نظام العمق الدكي لأي أسئلة أو استفسارات على جهاز بإمكانكم تتواصلوا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو تزوروا موقعنا الإلكتروني